مرحبا، أنا المهندسة تما مدردات، راح نحكي اليوم عن صفحة الواجب الدراسي أو لـ Classwork في Google Classroom صفحة الواجب الدراسي تسمح للمعلم بإنشاء الواجبات وإرسالها إلى الطلاب وتصحيحها وإرسال علامتها للطلاب كما تسمح للمعلم بإنشاء الاختبارات وتصحيحها وتوجيه الأسئلة للطلاب ورفع محتوى المادة الدراسية على صفحة الواجب الدراسي وكما تسمح للمعلم بتنظيم محتوى صفحة الواجب الدراسي من خلال استخدام الموضوعات تبدأ بالموضوع الموضوع في صفحة الواجب الدراسي يسمح للمعلم بتجميع الواجبات والأسئلة والمواد الفصل الدراسي ضمن الموضوع معين مما يساهم في تنظيم المحتوى وتقسيمه إلى وحدات واضحة مما يسهل على الطالب الرجوع إليه كما تسهل عملية تصفية المحتوى مما يوفر الوقت في البحث عن محتوى معين في صفحة الواجب الدراسي نستطيع بناء الموضوعات وذلك من خلال الذهاب إلى إنشاء الموضوع وكتابة الموضوع الذي نرغب بإضافته أنصح بتقسيمه بناء على الوحدات الدراسية الموجودة في الكتاب بعد بناء الموضوعات نلاحظ أن المعلم يستطيع إعادة ترتيب هذه الوحدات بناء على ما يراه مناسب وذلك من خلال الضغط على الثلاثة نقاط اختيار نقل إلى الأعلى نقل إلى الأسفل كما يستطيع إعادة تسمية الموضوع أو حذفه ويستطيع أيضا سحب الموضوع من خلال المواد يستطيع المعلم تحميل المحتوى الخاص بالمادة الدراسية من فيديو ومستندات ومواقع إنترنت مما يسمح بإيصال المحتوى لكافة الطلاب وتفريد التعليم وذلك من خلال اختيار محتوى مناسب لكل فئة من الطلاب كما يعمل على توفير الوقت على المعلم من خلال مشاركة المحتوى لكافة الصفوف الدراسية التي يقوم المعلم بتدريسها تنظيم العمل من خلال جدولة المحتوى زمنيا بما يسبح له بالظهور في الوقت المناسب للطلاب يقوم المعلم بإضافة المحتوى لكافة الفصول الدراسية التي يقوم بتدريسها وذلك من خلال الذهاب إلى إنشاء المواد يقوم بكتابة العنوان يقوم بإضافة العنوان وإضافة وصف وإضافة المحتوى الذي يرغب به دعونا نضيف موقع إنترنت نختار رابط نقوم بإضافة الرابط اختيار إضافة لمشاركة هذا المحتوى مع كافة الفصول الدراسية التي يقوم المعلم بتدريسها نختار كافة الفصول نحدد الموضوع للمحتوى الدراسي إذا لم يكن الموضوع موجود من هذه القائمة نقوم باختيار إنشاء موضوع وإضافة موضوع إلى القائمة نختار إنشاء نقوم بمشاركة المحتوى لتحديد محتوى معين لمجموعة من الطلاب أو لفئة معينة من الطلاب من أجل تفريد العملية التعليمية نقوم بالذهاب إلى إنشاء اختيار المواد نقوم بإضافة عنوان المادة نقوم بكتابة العنوان إضافة المحتوى ننضيب فيديو من اليوتيوب لنبحث عن فيديو عن الانكسار نقوم باختيار أو تحديد فيديو نختار إضافة نقوم بتحديد الطلاب ذلك من خلال اختيارهم نقوم باختيار الموضوع الموضوع غير موجود فنقوم بإضافته إنشاء موضوع نقوم بعمل مشاركة لجدولة محتوى زمنياً ليظهر في وقت وتاريخ معين نقوم بالذهاب إلى إنشاء المواد واتباع الخطوات السابقة إضافة عنوان إضافة محتوى ومن ثم بدل أن يختار المعلم مشاركة يذهب إلى السهم ويختار جدول زمني ويحدد التاريخ والوقت الذي يرغب أن يظهر به للطلاب ثم يختار جدول زمني ليشاهد المعلم كافة الأسئلة والاستفسارات حول الموضوع الذي قام من طرحه إم له أن يذهب إلى الموضوع مباشرة مثلاً الكهرباء هنا يوجد سؤال يقوم المعلم بالإجابة على سؤال الطالب أو تظهر جميع أسئلة الطلاب واستفساراتهم على أي موضوع على ساحة المشاركة ترجمة نانسي قنقر